نضم لنا في الأستوديو الدكتور محمد أمير طليمات اختصاصي طب أطفال في عيادات مشفى الإمارات في دبي حيك الله دكتور معنا ننورها دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا في البداية كيف تؤدي هذه المادة لزيادة احتمال الإصابة بالتوحد عند الأطفال لماذا؟ ماذا تقوم بي؟ مادة البسفينول أو البي بي اي هي مادة طبعا مثل ما ذكر التقرير موجودة بصناعة البلاستيك خاصة البلاستيك الشفاف والقاسي تؤدي للتقسية والشفاف وموجودة أصلا كمان بمادة منوع من الراتينجات أو الرزين الإيبوكسي اللي بيستعمل كمان لطبطين العبوات المعدنية المستعملة للأغزية كمان فهي المادة هم مصدرة وممكن توصل للاستهلاك المحلي عبر استخدام العبوات البلاستيك أو العبوات المطلية يعني تتكلم تحديدا حتى قوارير الماء حتى بعض قوارير الماء طبعا الآن صار في شوي تحديد عليها بعد صدور دراسات كثيرة طبعا هاي المادة معروف ضرر من قديم مو جديدة يعني هاي الدراسة طبعا جديدة نشرت هاي هذا الشهر بأوغست بس في دراسات كثيرة عن هالمادة وهي المادة تعتبر ضمن مجموعة من المواد بيسموها المواد المعطلة لغدد الصم أو للهرمونات بالجسم اندوكراين هنالالية بشكل واضح ومثل ما قلت الاعطاء عايروا البيسفينول ببول الحوامل عند عدد كبير من الحوامل وشافوا الولاد اللي ولدوا بعد هال فلقوا علاقة كتير بين نسبة هالمادة ببول الحوامل وحدوث التوحد عند الولدان وراء ابوهم بعمر مثل ما قلتوا سنتين وإدى عشر سنة طبعا كل ما تقدم العمر بصير الأعراض أو ضحفة بصير تشخيص أكثر بداءا عن معايير التشخيص طب دكتور محمد يعني ما هي النصائح لليوم نقدمها للأم الحامل عشان تقدر تقلل من استهلاكها لهذه المواد طبعا مو بس الأم الحامل كل المواد الملوسة اللي بيئة بنا نحاول نبتعد عنها وكل ما طلع تقاريرنا نبتعد عنها أهم شيء تخفيف استعمال البلاستيك بقدر الإمكان ولو أنه صعب الاستغناء عنه نهائيا لأنه ما في بدائل حتى الآن آمنة ورخيصة كاملا لكن هلأ في عالميا اتحاد الأوروبي وبالولايات المتحدة كتير مرائبة لهذه المادة وشيوعة بالاستهلاك المحلي وتحديدة جدا لأنه كمان إلى علاقة بكمية المسموحة منها يعني هاي الدراسة اللي عملت أعطوا خمسين ميكرو جرام من المادة للفقران بمنتصف الحمل وهي جرعة القصوى طبعا الجرعات الخفيفة ملأوا إلى تأثير هاي جرعات القصوى وبعدها مو بس مثل ما أنا عند الفقران لاحظوا الفقران بعد تصرفهم سلوكهم بعد الولادة يشابه سلوك التوحديين وتحطوهم فقران غريبة وشرحوا الخلايا العصبية والدماغ لقوا في تبدلات تشريحية بالدماغ تبع الفقران وخاصة باللوزة الدماغية الأميكدلا هي المسؤولة عن السلوك والمشاعر وفي تبدلات واضحة ولقوا أنه شو الآلية اللي عما تصير لقوا أنه طبعا تأثيرها جيني نحن بنعرف الجينات بتعبر عن نفسها عن طريق الإبجينيتيك أو ما فوق الجينات بتغيير أحيانا أحد الطرق مادة الميثيلين الميثايل بيصير ميثيليشن للجين فبيغير تعبير الإكسبريشن طبعا فلقوا أنه هالمادة هاي عما تأثير على الجين الموجود على الكروموزون 15 اللي بيولد مادة اسمها الأروميتيز الأروميتيز هي مادة بروتينية هي تعتبر أنزيم ضروري لتحويل الإندرونجينات لإستروجين يعني هرمونات الزاكرية لهرمونات إنسوية وموجودة بعدة نسج من الجسم وموجودة بالدماغ يعني لدينا الإستروجين الدماغي ضروري جدا لنضوج بعض الخلايا العصابية بالدماغ فلقوا هالمادة هاي بتأثير على الجين وبتأثير على تعبير الجين وبالتالي على فعالية الأروميتيز إنزيم الأروميتيز وبالتالي ينقص الإستروجين الدماغي اللي هو أحد المواد اللي ضرورية لنمو بعض الخلايا العصبية وخاصة بالأميكديلا وبالتالي ظهور إضطرابات السلوك عند الفئران وبالتالي فهذه أول دراسة بتشرح الآلية اللي عندما تصير يعني هل في السنوات الأخيرة وجدوا أنه هناك انتشار ربما أكبر طبعا لمرض التوحد طبعا ولماذا هذا الانتشار؟ لذلك الدراسات عم تصير لأنه نحن بالسبعينات والثمانينات كانت نسبة التوحد واحد على الفين لواحد على خمسة ألاف هلأ حاليا بالولايات المتحدة واحد على خمسة وثلاثين أو ستة وثلاثين انتشار كبير يعني أكثر من 2% بينما تكون واحد على خمسة ألاف صارت واحد وثلاثة ألاف انتشار كبير هلأ هذا مو فقط انتشار بصراحة زيادة الوعي وتوسع بالمعايير التشخيصية فضموا كثير أشياء كانت تشخص اضطرابات سلوك خفيفية وبعض الأمراض ضموها كل التوحد فإذا المسؤول أكثر عن التوسع بالتشخيص أكثر من زيادة الانتشار بس أكيد في زيادة الانتشار وطبعا زيادة الانتشار مسؤول عنه جينات يلي في حوالي هلأ ألف جين معروف أنه بيأهبوا للتوحد بس الجين لحاله ما بيعمل شي بدو يشي شيء اسمه مثل ما أنا يعني عوامل بيئية ملوسات بيئية مبيدات حشرية البلاستيك فالأمراض أثناء الحمل خاصة أثناء الحمل أمراض أثناء الحمل أدوية أثناء الحمل معادن سقيلة الزئبق الألومنيوم الرصاص الأدوية في دراسات عن البراسيتامول أثناء الحمل في دراسات عن الانتيبيتك أثناء الحمل فكلها يمكن تأثير على الجينات وتعمل بتأثير إبيجينيتيك وتغير التعبير الجيني وتأثير على نمو الدماغ سؤال سريع دكتور محمد بس بالعودة لهذه المادة التي لها علاقة بالدراسة الأخيرة هل ممكن هذه المادة يقل مفعولها إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية غليان مثلا لو واحد بالعكس هو المشكلة بالبلاستيك كل هذه المادة تطلق أكتر تنحل أكتر بالمياه وبالمحتويات العبوات كلما تخزنت أكتر فالتخزين الطويل لا يفضل بالعبوات البلاستيكية وكلما تعرضت لحرارة وكلما تعرضت للشمس فالمفروض ابتعاد عن الحرارة العالية ابتعاد عن التخزين وعدم الاستعمال المتكرر لنفس العبوي هاي كل الاستعمال المتكرر وهذه الأشياء هاي من نحاول بعد عنها في دراسة طلعت من قبل بشهر كمان أو أكتر كمان من جامعة كولومبيا مثل هاي الدراسة شاهدوا حللوا المواد البلاستيكية الموجودة بعبوات الشرب لقوا كل لتر في تقريبا ميتين واربعين جزئة بلاستيكة بكل لتر هذا من أجل كانوا يعتبروا فقط أربعين جزئة بميتين واربعين يعني ضاعفت بالمئات السبب أنه لقوا في طريقة حديثة لتحليل جزئات البلاستيك بمستوى النانوميتر كانوا يقسوا فقط بالمايكروميتر هلأ بالنانوميتر طلع أكثر فإذا جزئات نانوية من البلاستيك موجودة طبعا هاي كمان تبين أنه حتى هاي غير المادة اللي عم نحكي عنها إلى تأثير مخرب لأعضاء الجسم ومؤكسيد وإنفلميشن نشكرك دكتور محمد أمير طليمات اختصاصي طب أطفال في عيادات مسجد الإمارات في دبي شكرا جزيلا شكرا لكم